السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الخلق إجمعين وبعد معنا حالة من ضمن الحالات الصعبة في حالات التنسليات في نياغ عسر ولادة بيكون الجنين جاي بالوضع اللي هو بريتش بريزنتيشن أو بيسميه البدو بارك بركة أمه أو جاي ريوس يعني جاي بالمؤخرة يعني يعني زي ما انتوا شايفين وضع الأم كده هو الجنين جوا بنفس الوضعية كده بالضبط حلول المعضلة دي بتكون حل من ثلاث أو حل من ثلاث حلول الحل الأول أنك انت تتقطع أو تعمل تقطيع للرجل من عند الهيب جوينت بالفيتوتوم أو أنك انت تعمل سيزيليان أو أنك انت يعني تحاول تعدل يدويه وتعديل صعب جدا طبعا طبعا هنا حاجلنا يبيديري الأنسيزيا وطبعا زي ما حال شايفين كده بدأنا نستعمل مزلج عشان نشوف كيف يكون التعديل ربطنا طبعا نديل الناجا في الحبل اللي هو في الفجار عشان ما يضايقناش في شغلنا وبنبدأ نحاول إن إحنا نعدل وضع الجنين لو عدلنا رجل واحدة خلاص الأمور تسهلت إن شاء الله رب العالمين غالبا بنسبة 90% أو أكتر كمان لكن التعديل هنا محتاج يتسهل أو يكون سهل فيه الحالات اللي هيكون فيها الجنين حجم صغير وكمان حجم الناجا نفسها صغير يعني لكن لو عندك ناجا من نياج المنطقة الشرقية مثلا بتلاقي حجم الناجا ضخم جدا فصعب توصل للجنين وتعدل وكده وإن كان كل شيء ممكن يعني والأمر يعني يهيي على من هونا الله عليه هنا طبعا نيجي دور آلة مهمة جدا اللي هي الكاف ربيلر الكاف ربيلر طبعا عارفينا بنستعملها في الكاتل الكاف ربيلر بنعمل نعمل دفع للجنين الأمام ونبدأ نعدل وضعية بتاعة الهيندلمز وهنا نفس القصة بنحتاج ان احنا نعمل بوشنج اللي فيه تصل قدام عشان نعدل الرجل من أرجل الجنين طبعا الحالة ما تكون شفرش معاك غير لما تكون لها يوم ولا اتنين حالة وهي شفرش بتكون أمور سهلة بيكون الرائع الرحم نفسه كده فلاسد راخه معاك تسهل عليك الحركة داخل الرحم وانك تعمل بوشنج للجنين ويكون فيه مساحة لحركة داخل رحم الحيوان فهنا طبعا محاولات ان احنا بنحاول ندفع الجنين اللي قدام عشان نعدل الرجل فيه بعض الناس بيعدل ان هو يسحب للخارج ويبدأ التعديل من عند الحضو صعبة جدا طبعا لازم تتني الرجل من تحتها في الخفة تتنيها لشكل كده نحتاج فيديو برضه للطويح ان شاء الله نعمل ومستقبالها ان شاء الله أربعين لكن الطريقة دي صغرط يعني حان بيحصل ربشر فيه او جروح في الفلفا لازم يحصل جروح في الفلفا يعني صعب انك تولد الحالة طبيعي كده بسهولة لكن الطريقة الاسهل انك تدفع الجنين اللي قدام وتحاول تعدل الرجل يعني تنتبه جدا ان الراحم نفسه لو الحالة مثلا شوية متأخرة ما تحاول تشتعمل الحركة دي نهائيا لان بيحصل ربشر غالبا في الرحم بيكون الرحم نفسه حصله شرينكينج فبيكون الامور صعبة صعب تحرك بحرية جوه فيعني حاول الحركة دي ما تعملهاش إلا في حالة فرش جدا يعني ليها يوم الأكثر أو يعني لسه بتولد مقلاده فرش يعني لكن حالة ليها مثلا يومين لا ما تحاولش تعمل كده بيحصل شرينكينج اللي الرحم نفسه واي حالة اللي بيحصل فيها انجري اللي الرحم لك محتاج مساحة تعدل فيها جوه بطن الناجة إذا عدلنا هنا يا رجل واحدة تكون الأمور بنسبة 99% أو 95% خلاص تحلت إن شاء الله ربعا عمين مع الدلتش طبعا إيه مستحيل يطلع بالريوس وإذا طلع به هو بارك بركتمو بيحصل مشاكل ضخمة جدا أحيانا يحصل كسر في الحوض تشققات في البرث كنال بيحصل جروح في الفلفا من خارج بيحصل طبعا نزيف وبيحصل موت في كثير من الحالات بيحصل موت فيها وطبعا الناس اللي يعني ده كثير الشغالين في الفيلد عارفين الكلام ده كويس جدا وبيشاهدوا حالات كاتريدا من يعني بتروح مثلا تعدل جروح ورا الأونر لما يكون هو مثلا عمل عملية الولادة دي بالقوة بالإجبار حيانا بعضهم يربطها في سيارة ويسحب بالقوة فيحصل ربشر في الفلفا وحتى البرث كانت تبهدل من جوه يحصل نزيفه بمشاكل ضخمة جدا هنا طبعا هوا يعني الحمد لله بدأنا نعدل ويعدلنا أول رجل يعني زي ما نشاهدك في الفيديو هذه أول رجلة طلعت معنا طبعا لازم برضو نعمل نعمليتي بوشنج لي الفيلدس نفسه مرة تانية عشان نعدل الرجل تعديل كامل عشان تقديرنا مساحة نحن نسحب فيها الحوار زي ما عشان بنربط الحبل في الرجل عشان نبدأ نسحب الفيتس نفسه زي ما عشانين لازم معك بنا نبدأ ندفع أنا عملي بوشنج الفيتس نفسه مع السحب شوية شوية تعتدي للرجل الأولى بيكون الأمور إن شاء الله تسهلت وبنسبة طبعا 90% على الأقل يعني زي ما عشانين كده تعدلت معنا أول رجل طبعا هنربط بالحبلة هنا بيسهل على الأسستنت ويسهل عليك أنت كمان ما يكونش في زحمة في مكان الشغل طبعا هنربط الرجل التانية طبعا يعني في 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 يعني وكده أمور أمور خلصت بسلام والحمد لربعين بحاول طبعا هنا السحب ما يكونش بالقو يعني شوف زي ما عشاني كده خدوهات عشان ما يحصلش أني حيانا راح ميطلع معاك مباشرة من الطريقة اللي حنا لو استعملت العنف يعني فالشول محتاج عقل يعني أكتر منه بجهود أو جوه زي ما عشان الحمد لله طلع معنا الجنين طبعا الفتل من برينز هنا ممكن تسحبها لو هي طلع معاك لازم تسحبها طوفير الوقت والجود وإن كانت صعبة شوية خليك تخليها ووديها إبر تساعد أن الفتل من برينز تطلع بعدين يعني طبعا هنا طلع معنا الحمد لله بسهولة وده اللي دفع مننا يكمل باقي سحب الفتل من برينز زي ما عشافين وكل وسط طلع معنا خلصنا طلعت الفتل من برينز كلها الحمد لله باني بعد كده بنجيب الشاش ولازم نعمل خياطة للفالفا عشان ما يحصل شيء يوترين بورلابس لأن الحياة طبعا كانت دستوكيا وبيحصل السرينينج بعدها بنخيط بالشاش اللي هي الهورزينت الماترس وأمورنا كده في السليم والحمد لله رب العالمين طبعا عايز تحقن أنت بايوتك أنت في الماتر اللي انت عايز تعمل وعمله لكن كده الأمور ايه تمت بسلام وإن شاء الله سبحانه وتعالى نلقاكم في حالة أخرى ونتمنى لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته